اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من قيادة وزارة الداخلية على إيجاز أمني يتعلق بالأوضاع العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات والاحتياطات المتخذة لضمان استدامة الأمن وسيادة القانون وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذا الجانب وتضمن التقرير المقدم من وزارة الداخلية الجهود المستمرة لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية المتخادمة مع الميليشيات الحوثية لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير وتفعيل الجهد الاستخباراتي في عمل وزارة الداخلية من أجل تدعيم الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات مشيرا إلى ضرورة المحافظة على الروح المعنوية العالية وتوخي الحذر والانتباه ورفع الجاهزية بما يرتقي إلى مستوى التحديات والمستجدات واجه الدكتور معين عبد الملك بتعزيز التنسيق الأمني بين المحافظات والتبادل المعلومات لضبط المجرمين والعناصر الإرهابية وإفشال أي مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار لافتا إلى ضرورة مضاعفة جهود مكافحة التهريب وتفعيل الدور التكاملي بين أجهزة الأمن في المحافظات مع القوات المسلحة في هذا الجانب وأكد رئيس الوزراء على همية المسؤولية الملقاة على عاتق قوات الأمن الذين يمثلون إلى جانب إخوتهم في بقية صفوف القوات المسلحة الدرع الحصين لأمن واستقرار المجتمع والدور المعول عليهم في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران